بيبدأ الفيلم بشخص اسمه آدم وهو خارج من مزرعته وبيقابل جارته اللي بيبقى اسمها براركر بنعرف ان باركر دي بتبقى صاحبة الارض اللي هو مقجر منها وبتتكلم معاه من الواضح انها بتحبه وبتعرفه انها بتحبه زي ابنها وكمان قررت انها تعزم آدم على العشاء في بيتها فبيوافق آدم وبعدها باركر بترجع على بيتها وبتفتح جهازها الكمبيوتر وفجأة بيظهر لها شاشة وهو ان الجهاز تصب بفيروس فقررت باركر انها تتسل بشركة مكافحة الحماية فبيرد عليها شخص بيوافق اسمه جراند وبدأت تشرح له اللي حصل معاها فبيعتزل لها جراند وبيعرفها ان النظام عندهم فيه شوية نشاكل فبيطلب منها جراند تعمل شوية خطوات هيقول لها عليها علشان بياناتها على الجهاز ما تتمسحش وبالفعل بتسمع كلامه وبعدها بسواني بترجع كل حاجة لطبيعتها فبيقول لها جراند ان هيبعت لها 500 دولار وده تعويض من الشركة ليه عشان الخطأ ده فبياخد منها رقم حسابها البنكي فبيبعت لها مبلغ 50 الف دولار بالغلط فبيطلب منها ترجع له المبلغ ده علشان ما يترفتش من شغله ومنتبت قلبها بتسمع كلامه وتبعت له المبلغ وفجأة بتكتشف ان حسابها تصفر بمعنى انه ما فوش ولا جنيه لما كان فيه 2 مليون دولار وبنشوف بقى بعدها بسواني جراند اللي بيحتفل مع فريقه مع دبا قدر ينسب عليها ولما بيجي الليل بيكرر ادم يروح لبيت باركر على معادل عشاء ولما بيدخل من الباب بيلاقي مصدس على الارض وكمان بيتفاجل لما بيلاقي باركر مقتولة وبتزهر من وراء واحد اسمها فيرونا وبنعرف انها بنت باركر وكمان بنعرف انها ظابط شرطة وبترفع عليه السلعه وبتطلب منه ينزل على الارض وبتستغرف فيرونا لما بتلاقي ادم عرفها وبعدها بحوالي ساعة بتسلم فيرونا ادم للشرطة وكمان بعدها بتساعة بيتم الافراج عن ادم لانه مفيش دليل ضده غير ان الطب بالشرطة اثبت انه باركر موتت نفسها وبعدها بتتكلم فيرونا في بيت امها وبتعرف كل حاجة والسبب اللي خلوا امها اتماوت نفسها ولما بيجي تاني يوم بتروح فيرونا لبيت ادم وبتعتذر له على هي عملته معاه وكمان بتعرفوا ان امها موتت نفسها لانها تعرضت لعملية نظم وكمان بدأ ادم يعرف منها كل المعلومات عن اللي حصل مع امها وبتعرفوا انها مش هتقدر تعمل شاكو في شركة الامن لان امها اللي بعتت الفلوس بارادتها فبتطلب من ادم انه يساعدها ولكنه بيرفض ومش بيهتم وبعدها بيتسل ادم بموظفة في منظمة سرية وبتكون صاحبته وبنعرف ان ادم كان بيشتغل مع المخابرات الامريكية فبيطلب منها تجمع له معلومات عن شركة الفيروسات وبعدها بدأ ايه بتتسل صاحبته بيه وبتعرف عنوان الشركة وبعدها بيروح ادم على مقر الشركة وبيكون معاه جيركن مليان بالبنزين ولما بيدخل بدأ انه يتعارك مع الامن وكمان بيقدر انه يخلص عليهم واحد وراء التاني ولما بيدخل للشركة بيطلب من الموظفين انهم يمشوا وإلا هيموتهم محروقين ونشوف ادم اللي بدأ يضلق البنزين في كل مكان وبعدها بيجي جراند ومعاه مجموعة من الامن وبدأ ادم انه يتعارك معاهم وبيخلص عليهم واحد وراء التاني وبيتريح بجراند من اللي بيشوفه وبيتحيل على ادم انه يسيبه حي وبيحط ادم كنابل في كل حتة وكمان بيعرف جراند ان المبنى كله هينفجر قريب وبالفعل بعدها بداية بينفجر المبنى بالكامل بعد كده بنشوف جراند اللي بيتسل بصاحب الشركة اللي بيبقى اسمه ديريك وبيعرفه كل شيء وبيتعصب لانه المبنى اللي تدمر ده حوالي 30 مليون دولار وبيعرفه جراند ان الشخص اللي عمل كده مربي نحل وبعدها بساعة بيبعت ديريك مجموعة مرتزقة لمكان ادم بعد ما اتجاب عنه كل المعلومات ولما بيصاله بيدمره بيوت النحل بتاعة ادم اللي هي بتبقى مصدر رزقه وبعدها بيتحركه وبيدخله للمستودع علشان يقتله ادم ولما بيدخله للمستودع بيقدر ادم انه يشوفهم وكمان يقدع ريهم كلهم وبعد شوية وقت بتوصل فيرونا للشركة وبتحاول تعرف مين اللي عمل كده وبعدها بتروح فيرونا للاسم الشرطة وبتقدر انها تستنتج ان ادم اللي عمل كل ده وبنشوف ديريك اللي ادم بيقطع له ايده وبيتسل بصاحب الشركة وهو بيعيط وفجأة بيظهر ادم وبيربطه بحزام العربية وكمان بيشغل العربية وبتتجه في اتجاه البحر وبينهي حياة جرانت وبيكلم ادم ديريك متصاحب الشركة وبيقوله انه هيقتله هو كمان قريب وبعدها ادم بياخد بعضه وبيمشي وبنشوف بقى ديريك اللي بيتكلم مع ويلس وبنعرف ان ويلس ده مسؤول الامن للشركة وبيستغرب ويلس لما بيسمع اسم ادم وبنعرف ان ويلس كان رئيس سابق للمخابرات الامريكية وبيعرف ويلس ديريك انه ادم ده شخص خطر جدا وبنشوف ويلس وهو بيتكلم مع والدة ديريك وبنعرف ان والدته دي بتبقى رئيسة الجمهورية دولة امريكا وبيعرفها خطورة المشكلة اللي ابنها وقع فيها فبتطلب منه انه يحمي ابنها وبعدها بيتسل ويلس بالعميلة جانت وبنعرف انها شغالة مع المخابرات وبيعرف انه في شخص بيحدد حياة ابن رئيسة امريكا وبيطلب منها انها تتخلص منه فورا وبنشوف فيرونا اللي بتدور على اي معلومة عن ادم وبتلاحظ انه مالوش اي اثبات ليه في الدولة بتفهم فيرونا ان ادم ده عسكري سابق وبنشوف بقى الشرطة اللي بيلاقوا جسد جراند في البحر وبيجي الليل وبنشوف ادم هو في البنزينة وبتغبط عربية عربيته وبتنزل من العربية دي بنت من المخابرات بيبقى اسمها لاندريس وبتشتبك مع ادم واسناء ده بتيجي لشرطة ولكن لاندريس بتقتلهم وبيقدر ادم انه يفكدها الوعي ويقطع صبعة كمان وبيسيبها وبيمشي وبعد الحظات بتتصل جانت بوليس وبتعرفوا انها مش هتقدر تقتل ادم لان ادم ده شخص خطر جدا وكل القتل المأجورين خايفين انهم يشتبكوا معاه وتاني يوم بيجمع ووليس مجموعة مرتزقة وبيعرفهم خطورة ادم وبيطلب منهم انهم يقتلوه وبنشوف بقى ادم اللي بيقدر يعرف مقر الشركة ديريك وبقى ده المقر الشركة الرئيسية وكمان بياخد ادم شوية متفجرات معاه واسلحة وبادع انه يتحرك وبنشوف بقى فرونا اللي بتطلب من رئيسها انهم يقبضوا على ادم لانه هو سبب الفوضى دي وبتستنتج انه هيروح للمقر الرئيسي للشركة وبتطلب كمان من رئيسها انه يبعث الدعم هناك ولما بيوصل ادم بيتكلم مع قوات الجيش اللي بتبعب تحرص المبنى وبيطلب منهم انهم يمشي علشان ما يقتلهمش كلهم ولكنهم بيستهزقوا بيه وبيرفضوا وبدأ انه يشتبك ادم معهم وبيقدر ادم انه يوقعهم كلهم بعجوبة وبعدها بيدخل ادم لمكتب مدير الشركة ولكن بيظهر قدامه المرتزقة وبيقدر انهم يشتبكوا مع ادم وبيقدر ادم انه يهرب منهم ويتسلل للسقف بتاع المبنى وكمان بينزل وبيقدر انه يتخلص منهم واحد وراء التاني وبيظهر فعلا ان ادم ده شخص متضرب كويس وبعدها بيروح ادم لمدير الشركة وبيعذبه علشان يعرف منه اسم صاحب الشركة ومن الخوف ومن العذاب اللي ادم ورهوله بيدل ادم صورة صاحب الشركة اللي بيبقى اسمه دلك ولكنه بيعرفه انه ما يعرفش اي حاجة عنه وبالفعل بتقدر فيرونا تدخل للمكان ولكن ادم بيقدر يهرب بسهولة وبتستغرف فيرونا لما بتلاقي صورة ابن رئيسة امريكا ولما بتقابل مديرها بعدها بدقائق بتعرفه ان الشركة دي بتاعت رئيسة امريكا وابنها بيستغل اسمها وبينصب على الناس ولما بيعرف والس اللي حصل بيطلب من ديريك انه يروح يستخبى في البيت عند امه والفعل بيروح ديريك للاصر الرئاسي وطبعا بيكون الاصر متأمن وكمان بيجن دولس مجموعة مرتزقة لحماية ديريك وبنعرف ان رئيسة امريكا بتبقى عاملة حفلة في اليوم ده ولما بيعرف ادم بيروح لهناك وبنشوف ادم بقى اللي بيظهر وهو بيتسلل من بلعة المغاري وبتنكر في هيئة قوات خاصة وكمان بيتسلل للبيت وبيحطي كنابل في كل عربيات الامن اللي موجودة وبعدها بيستخبى في مكان محدش يشوفه فيه وبيقدر النغار هدومه علشان يدخل للحفلة كأنه مدعو هناك ومن الجانب الاخر بنشوف مدير الامن هو بيعرف الرئيسة النصب اللي ابنه عمله باسمها لما بتعرف بتتخانق مع ابنها وبيعرفها انه بيعمل كده علشان خطرها وعلشان حملتها الانتخابية وفي الوقت ده بتكون فورونا موجودة في قوات تأمين المكان وبتشوف ادم وبتبلغ الكوات وبدأ انهم متحركوا في اتجاه ادم وبيقدروا انهم يحصروا ادم وقبل ما يقتله ادم بتنفجر كل العربيات اللي موجودة في المكان وبيقدر ادم ان يهرب منهم وكمان بيدخل للاصر واسناء ده بيشتبك معروس وبيقدر يصيب ادم ولكن بيقدر ادم انه يقتله في النهاية بعد معاناة وبينشوف والدة ديريك وهي بتكرر تسلم ابنها للشرطة ولكن ابنها بيحاجمها وبياتي المدير الامن كمان كل ادم ولكن ديريك بيمسك امه وبيصوم ادم بقتلها وبتقدر فيرونا تدخل وبتطلب من ادم انه يسلم نفسه ولكن ادم بيقتل ديريك وبيقدر انه يهرب وبتجري ورا فيرونا ولكنها بتسيب ويهرب وده لانه انها عارفة انه بيعمل كل ده علشان ينتقم لامها ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة اشتركوا في القناة